السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات شهر السنوية العامة السيدة أولئة الأمور الكرام أهلا بكم في فيديو النهاردة الساعات قليلة جدا بتفصلنا عن إعلان النتيجة لكن حصل مهازل وتسريب للنتيجة في محافظة الشرقية وتحديدا في أبو كبير طبعا كده الموضوع يعني يعملوش طعم ولا ريحة الوزير طبعا اعترف بالمهزلة اللي حصلت والنتيجة اللي تسربت طبعا دول كانوا ولاد برلماني حاتم عبدالعزيز ولاده الاتنين التوأم مؤيد ومهند كل اللي بيحصل دوت الناس كلها أحدى على عصابها وإزاي دول يعرفوا نتيجهم وعبر السوشيال ميديا يعني تم التهنئة بينهم وبعض هناك دي حاجة ما يرضاش عنها أي إنسان خالص ده فعلا مهازل بتحصل للناس كلها على عصابها وكده بيبين إن البلد بلد محسوبيات بالفعل وإزاي إن الوزير عبر السوشيال ميديا بيقول الساعة كذا كذا في اليوم الفلاني وما فيش قبل كده أي خبر أي حاجة نهائي ومعتمين على الناس الغلابة إنهم يعرفوا حتى ولو حتى يطامنوهم ولو خرجت السوشيال ميديا بأي حاجة الوزير نفسه ينفي ويكد بيقول ما تسمعوش غير مني أنا بس فطبعا اللي حصل دوت مهزلة بكل المقاييس وده بيثبت إن إحنا بلد المحسوبيات إن لم نكن بالفعل بلد المحسوبيات طبعا السيد الوزير عدى الفور أمر بفتح تحقيق في هذا الأمر وحاجب نتائج الولادين دول ولسه ما نعرفش إيه اللي ممكن يحصل تاني اليوم السابع طبعا أسرقت ونشرت فورا السيد الوزير نفسه قال عبر صفحاته الشخصية زي ما احنا دي سعيدين حالا تقرر حجب نتيجة الطالبين لتسريبها ونشريها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى إشئون قنية لفتح تحقيق موسع في هذا الأمر وفي بوابة الشروق فيه خبر طبعا مخصوص برضو الأمر دوت يعني بقولك سربوا نتيجة طريق الشوئي بيصرح حجب نتيجة النجلي نائب بالشرقية الخبر يا جماعة بقول قال الدكتور طريق الشوئي برطو حجب نتيجة طالبين أبناء النائب عند دقيرة أبو كبير بالشرقية لتسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا طبعا يا جماعة اللي ظهر دلوقتي هو إيه؟ أبو كبير في الشرقية الله أعلم إذا كان فيه أي إيه إدارات تانية وأي مناطق تانية على المستوى الجمهورية حصل فيها الأمر دوت وللأ ده إن دل على الشيء فإنما يدل على منتهى الفساد ومنتهى المحسوبية نحن بنقول حرام 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 اللي بيحصل دوت يبقى فيه كده إيه؟ نظام طبقي ونظام محسوبيات ما ينفعش ما ينفعش بكل مقاييس المهازل ديت ولازم عقاب راضع لكل اللي قام بهذه التسريبات المشكلة يا شباب بإن كمان فيه عبر السوشال ميديا ظهر إن قوائم بالكامل لأسماء مدارس بالكامل في الشرقية اتصرب لها النتيجة طبعا ما نقدرش نقول غير حسبنا الله ونعمى الوكيل وربنا يجازي كل مخطئ وكل من يفرق بين طبقات هذا الشعب المسكين إلى أنضقي في فيديو قادم وتغطية كاملة إن شاء الله نتيجة لكم تمنياتي وربنا وفع الجميع وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر